السلام عليكم في هذا الفيديو أقدم لكم الجزء الأول من تصحيح الامتحال الجهوي الموحد لنيل شهادة سلف الإعدادي جهة طانجات طوال الحسيمة دورة يونيو 2017 ويضم هذا الامتحال ستة تمارين والتمارين التي سنصحح هي كالتالي التمارين الأول يهم درسين الدرس الأول درس المعادلات والمتراجحات وعليه نقطتين ونصف والدرس الثاني درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين وعليه أيضا نقطتين ونصف إذا المجموع خمس نقط وسنصحح أيضا التمارين الثاني والذي يهم درسين الدرس الأول درس الدالة الخطية عليه نقطة ونصف والدرس الثاني درس الدالة التألوفية وعليه نقطتين ونصف إذا المجموع أربع نقط إذن لنبدأ أولا بتصحيح التمارين الأول إذن لنقرأ نص التمارين التمارين الأول السؤال الأول حل المعادلتين التاليتين ألف 3x ناقص 5 تساوي 20 ناقص 2x عليه 0.5 نقطة با x ناقص 9 عامل لـ 3x زائد 2 يساوي 0 وعليه نقطة 1 السؤال الثاني ألف حل المتراجحة التالية 8x ناقص 12 أصغر من أو يساوي 5x وعليه 0.5 نقطة با متل حلول هذه المتراجحة على مستقيم مدرج وعليه 0.5 نقطة إذا المجموع هو نقطتين ونصف السؤال الثالث ألف حل النظمة x زائد y يساوي 40 لامة ثم المعادلة الثانية 2x زائد 5y تساوي 161 وعليه نقطة ونصف السؤال با هو عبارة عن مسألة وفرت فاطمة مبلغ 1610 دراهم مكونا من 40 ورقة نقضية من فئتين أوراق من فئة 20 درهم وأوراق من فئة 50 درهم ما هو عدد أوراق نقضية من فئة 50 درهم التي وفرتها فاطمة وعليه نقطة واحدة إذا نبدأ بحل السؤال الأول إذن نبدأ بحل المعادلة الأولى ألف 3x ناقص 5 تساوي 20 ناقص 2x إذن هدفنا هو إيجاد قيمة x إذن نحتاج لعزل x في الطرف الأول وعزل أعداد المعلومة في الطرف الآخر إذن لنبدأ بتحويل ناقص 2x للطرف الأول وذلك بإضافة 2x للطرفين متساوية إذن فنحصل في الطرف الأول على 3x زائد 2x لأن في الطرف الثاني ناقص 2x زائد 2x سعطينا 0 ثم ناقص 5 نحولها للطرف الثاني وذلك بإضافة 5 للطرفين فناقص 5 زائد 5 في الطرف الأول تعطينا 0 تساوي والطرف الثاني هو 20 زائد 5 إذن تمكننا من عزل x في طرف واحد إذن 3x زائد 2x سعطينا 5x تساوي 20 زائد 5 سعطينا 25 إذن لنتخلص من 5 يجب أن نقسم طرفين متساوية على 5 فخمسة على خمسة تعطينا 1 وواحد x هو x إذن يبقى لدينا في الطرف الأول x تساوي 25 على خمسة 25 على خمسة قابل للاختزال تعطينا x تساوي 5 إذن تمكننا من حل المعادلة وذلك بتحديد قيمة x إذن حل المعادلة هو العدد 5 ننتقل الآن لحل المعادلة الثانية x ناقص 9 عامل لـ 3x زائد 2 تساوي 0 إذن هذه المعادلة هي على شكل جداء يساوي 0 فنطبق فيها القاعدة التالية ليكون A و B عددان حقيقيان إذا كان A في B يساوي 0 فإن A تساوي 0 أو B تساوي 0 ماذا يعني هذا؟ يعني أن الجداء يكون منعدما إذن عدم أحد عوامله هذا يعني أن x ناقص 9 العامل الأول سيساوي 0 أو العامل الثاني 3x زائد 2 سيساوي 0 إذن لحل هذا النوع من المعادلات نحل المعادلتين من الدرجة الأولى بمجهول واحد إذن نبدأ بحل المعادلة x ناقص 9 تساوي 0 إذن لعزل x في الطرف الأول نحول ناقص 9 للطرف الثاني وذلك بإضافة 9 للطرفين فيصبح الطرف الأول على شكل x يساوي 0 ثم نضيف 9 زائد 9 0 زائد 9 تعطينا 9 إذن x يساوي 9 إذن تمكننا من حل المعادلة الأولى ننتقل الآن لحل المعادلة الثانية 3x زائد 2 تساوي 0 إذن نبدأ بتحويل الاثنان للطرف الثاني وذلك بطرح 2 من طرفين متساوية الطرف الأول يصبح 3x تساوي 0 ثم نطرح 2 0 ناقص 2 تعطينا ناقص 2 وللتخلص من ثلاثة نقسم على ثلاثة في طرفين متساوية فيبقى لدينا الثاني آلف حل المتراجحة التالية أي 8x ناقص 12 أصغر من أو يساوي 5x إذن نفس المبدأ هنا نحتاج لعزل x في الطرف الأول وعزل أعداد المعلومة في الطرف الثاني إذن نبدأ بطرح 5x من طرفين متفاوتة فـ 5x ناقص 5x تعطينا 0 والطرف الأول يصبح على شكل 8x ناقص 5x إذا لا يتغير ترتيب متفاوتة إذا طرحنا نفس عدد من طرفين متفاوتة ثم بالنسبة لعدد ناقص 12 نفس الشيء نضيف 12 لطرفين متفاوتة دون تغيير فيصبح الطرف الثاني على شكل 12 يعني 0 زائد 12 تعطينا 12 8x ناقص 5x تعطينا 3x أصغر من أو يساوي 12 وبما أن العدد 3 هو عدد موجب وللتخلص منه نحتاج للقسم على 3 في طرفين متفاوتة إذن إذا قسمنا طرفين متفاوتة على عدد موجب نحافظ على الترتيب إذن الطرف الأول يبقى x أصغر من أو يساوي 12 على 3 12 على 3 قابل الاختزال تعطينا x أصغر من أو يساوي 4 وبالتالي تمكننا من حل هذه المتراجحة وحلولها وبالتالي حلول المتراجحة هي جميل أعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 4 إذن نمر الآن للسؤال ب متى الحلول هذه المتراجحة على مستقيم المدرج إذن وجدنا أن حلول المتراجحة هي جميل أعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 4 إذن ننشئ المستقيم المدرج تالي إذن المستقيم المدرج فيه السفر فيه جهة الأعداد المجابة وفيه جهة الأعداد السالبة إذن وجدنا أن الحلول هي الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 4 إذن نحدد 4 على هذا المتراجحة المدرج إذن الأعداد التي هي أصغر من 4 هي 3 2 1 وفيه جهة الأعداد السالبة إذن نلون الجزء الذي يمثل الحلول باللول الأحمر على الشكل التالي إذن هذا الجزء باللول الأحمر يمثل الحلول المتراجحة بما أن هنا لدينا أصغر من أو يساوي 4 إذن 4 يوجد أيضا ضمن الحلول ولكي نبين أن 4 يوجد ضمن الحلول نضيف معقوفة موجهة في اتجاه الحلول على الشكل التالي إذن المعقوفة هي في اتجاه حلول المتراجحة وإذا كان 4 ليس من الحلول نوجه المعقوفة في اتجاه المعاكس أي الذي ليس به حلول متراجحة ننتقل الآن للسؤال الموالي إذن ألف حل النظمة إكس زايد إجريك تساوي أربعون إثنان إكس زايد خمسة إجريك تساوي مئة واحد وستون إذن سنتبع طريقة تعويض أولا نختار المعادلة التي تكون سهلة حتى تسهل عننا الحل وهنا في هذه الحالة هي المعادلة الأولى ثم نبدأ باستعمال المعادلة الأولى نعبر عن إكس بدلالة إجريك إذن ستصبح المعادلة الأولى على الشكل إكس ثم نحول إجريك للطرف الثاني وذلك بطرح إجريك من الطرفين فتصبح المعادلة الثانية على شكل أربعون ناقص إجريك المرحلة الموالية في المعادلة الثانية أي إثنان إكس زايد خمسة إجريك تساوي مئة واحد وستون نعوض إكس بقيمة أربعون ناقص إجريك من أين حصلنا على هذه القيمة؟ حصلنا عليها من المعادلة الأولى إذن فتصبح المعادلة الثانية على الشكل إثنان وعوض إكس سنعوضه بقيمته أي أربعون ناقص إجريك زايد خمسة إجريك بدون تغير تساوي مئة واحد وستون وفي المرحلة الموالية نحل المعادلة المحصل عليها بمجهول واحد أي الهدف هنا كان هو التخلص من المجهول إكس وذلك لتصبح لدينا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد والتي يسهل علينا حلها وذلك لإيجاد قيمة إجريك إذن نقوم بعملية النشر إثنان في أربعون تعطينا ثمانون ناقص إثنان في إجريك هي إثنان إجريك ناقص إثنان إجريك زايد خمسة إجريك بدون تغير ستساوي مئة واحد وستون لإيجاد قيمة إجريك نحتاج لنحول ثمانون للطرف الثاني وذلك بطرح ثمانون من الطرفين وناقص إثنان إجريك زايد خمسة إجريك تعطينا ثلاثة إجريك ستساوي مئة واحد وستون ناقص ثمانون مئة واحد وستون ناقص ثمانون تعطينا واحد وتمانون فتصبح لدينا Y تساوي 81 على 3 81 على 3 قابل الاختزال تعطينا 27 وبالتالي تمكننا من حل هذه المعادلة وتحديد قيمة Y إذن بقي لنا الآن تحديد قيمة المجهول الآخر أي X نعوذ Y بالقيمة 27 في المعادلة المحصل عليها في المرحلة الأولى وهذا من أجل إيجاد قيمة X إذن المعادلة التي حصلنا عليها في المرحلة الأولى كانت هي X يساوي 40 ناقص Y فتصبح X يساوي 40 وعوذ Y نكتب 27 40 ناقص 27 تعطينا 13 وبالتالي تمكننا أيضا من إيجاد قيمة المجهول X إذن إذا كان لدينا نظم على الشكل X زي يساوي 40 2X زي 5Y ساوي 61 فإن X سيساوي 13 و Y سيساوي 27 نستنتج أن الزوج 13 27 هو حل للنظمة ننتقل الآن إلى المسألة وفرت فاطمة مبلغ 1610 دراهم مكونا من 40 ورق نقدية من فئتين أوراق نقدية من فئة 20 درهما وأوراق من فئة 50 درهما ما هو عدد الأوراق النقدية من فئة 50 درهما التي وفرتها فاطمة إذن أول مرحلة في حل المسألة هي خسيار المجهولين إذن مثلا هنا ليكون X عدد الأوراق النقدية من فئة 20 درهما و Y عدد الأوراق النقدية من فئة 50 درهما المرحلة الموالية هي سياغة النظمة إذن انطلاقها من المسألة نعلم أن فاطمة وفرت مبلغا مكونا من 40 ورقة نقدية هذا يعني أن X عدد الأوراق النقدية من فئة 20 درهما زائد Y عدد الأوراق النقدية من فئة 50 درهما سيعطينا المجموع أي 40 ورقة نقدية وهذه هي المعادلة الأولى ثم نعلم أن المبلغ 1610 الدراهم أي الذي وفرته فاطمة يتكون من أوراق نقدية من فئة 20 درهما وأوراق نقدية من فئة 50 درهما إذن 20X أي عدد الأوراق في قيمتها زائد 50Y عدد الأوراق من فئة 50 درهما في قيمتها 50 سيعطينا المبلغ الإجمالي الذي هو 1610 وهذه هي المعادلة الثانية إذن النظمة هي المعادلة الأولى التي حصلنا عليها X زائد Y تساوي 40 نضع لامة ثم المعادلة الثانية 20X زائد 50Y تساوي 1610 نلاحظ هنا أن هذه النظمة هي نفسها تقريبا النظمة التي حللنا في السؤال السابق إذن فقط الاختلاف يوجد في المعادلة الثانية إذن نلاحظ أن هذه المعادلة قابلة للتبسيط أي إذا عملنا بعشرة في الطرف الأول سيصبح الطرف الأول على شكل 10 عامل لـ 2X أي 10 في 22 زائد 10 عامل لـ 5 زائد 5Y أي 10 في 5 هي 50Y ثم زائد 161 في 10 هي 1610 سنشطب على 10 من طرفي متساوية ومنه المعادلة الأولى دون تغيير والمعادلة الثانية هي 2X زائد 5Y بعد التشطيب على 10 تساوي 161 وهذه هي نفسها النظمة التي كانت بالسؤال ثالثا ألف إذن المرحلة الموالية هي حل النظمة إذن سبق ووجدنا أن الزوج 13 27 هو حل لنظمة المسألة ويمكننا كما ذكرت لكم التحقف من الحل وذلك كما ترون هنا نعود X بقيمة 13 و Y بالقيمة 27 في المعادلتين معا ونرى أن كما تلاحظون هنا أن الزوج يحقق معادلتين معا في آن واحد إذن المرحلة الأخيرة هي الرجوع للمسألة وبالتالي عدد الأوراق النقدية من فئة 50 درهما وهذا هو المطلوب في المسألة هو 27 لأن حصلنا على Y هو يساوي 27 و Y هو عدد الأوراق النقدية من فئة 50 درهما إذن تمكننا من الإجابة بنجاح عن التمرين الأول ننتقل الآن للإجابة عن التمرين الثاني نبدأ أولا بقراءة نص التمرين OEJ معلم متعامض ممنظم حيث OE تساوي OJ تساوي 1 سنتيمتر السؤال الأول لتكون F دالة خطية تمتيلها المبيانية مر من النقطة O ذات الإحداثيات 1 أربعة السؤال الألف بين أن F لX تساوي 4X أي سيغة دالة الخطية F تساوي 4X وعليه نصف نقطة السؤال B حدد صورة العدد ناقص 1 بالدالة F وعليه نصف نقطة أيضا السؤال G حدد العدد الذي صورته ناقص 2 بالدالة F وعليه نصف نقطة السؤال الثاني لتكون G دالة تألفية حيث صورة G1 تساوي 0 أي صورة العدد 1 بالدالة G هي 0 وجل 2 تساوي 2 وصورة العدد 2 بالدالة تألفية G هي 2 السؤال الألف بين أن جل X تساوي 2X-2 أي سيغة دالة تألفية G هي 2X-2 وعليه نقطة واحدة السؤال B بين أن النقطة F ذات الإحداثيات ناقص 1 ناقص 4 تنتمي للتمثيل المبياني للدالة G وعليه نصف نقطة السؤال G أنشي التمثيلين المبيانيين للدالتين F والG في المعلم OJ أي المعلم المتعامل المنظم وعليه نقطة واحدة إذن نبدأ بحل السؤال الأول إذن بيّن أن F لX تساوي 4X لدينا F ذات الخطية تمثيلها المبياني يمر من النقطة A ذات الإحداثيات 1-4 هذا يعني إذن F لواحد تساوي 4 إذن إذا كان التمثيل المبياني للدالة F الخطية يمر من هذه النقطة هذا يعني أن صورة العدد واحد بالدالة F هي 4 ومنه معامل دالة الخطية F هو نقسم الصورة على العدد أي F لواحد على واحد F لواحد تساوي 4 إذن تساوي 4 على واحد 4 على واحد تعطينا 4 وبالتالي صيغة دالة الخطية F لX هي المعامل دالة 4 ونضيف X إذن 4X إذن هذه هي نفسها الصيغة التي لدينا في السؤال ننتقل الآن للسؤال الموالي حدد صورة العدد ناقص واحد بالدالة F لدينا صيغة دالة F لX هي 4X إذن لحساب صورة العدد ناقص واحد يكفي أن نعود X بالعدد ناقص واحد على الشكل التالي إذن F لناقص واحد ستساوي 4 معامل دالة وعوض X نكتب ناقص واحد ومنه F لناقص واحد سيساوي 4 في ناقص واحد تعطينا ناقص أربعة إذن تمكننا من حساب صورة العدد ناقص واحد بالدالة F والتي هي ناقص أربعة ننتقل الآن للسؤال جيم حدد العدد الذي صورته ناقص اثنان بالدالة F لتحديد العدد الذي صورته ناقص اثنان بالدالة F يجب أن نحل المعادلة التالية F لX أي الصورة متى ستساوي ناقص اثنان إذن سيغد دالة F لX الخطية تساوي أربعة إكس إذن نعوض F لX بأربعة إكس ستساوي ناقص اثنان إذن هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد وهي معادلة بسيطة سنقسم على أربعة في الطرفين للتخلص من أربعة فيصبح لدينا الطرف الأول هو X سيساوي ناقص اثنان ونقسم على أربعة ناقص اثنان على أربعة قابلة للاختزال إذا قسمنا البسط والمقام على اثنان سنحصل على X يساوي ناقص واحد على اثنان وبالتالي تمكننا أيضا من حل المعادلة أي العدد الذي صورته ناقص اثنان بالدالة F هو ناقص واحد على اثنان ننتقل الآن للسؤال الثاني ونبين أن جل X تساوي اثنان X ناقص اثنان إذن لدينا جل دالة ألفية حيث جل واحد يساوي صفر وجل اثنان يساوي اثنان إذن جل X ستكسب على شكل AX زائد B حيث A هو معامل دالة ألفية J وB هو الأرتوب عند الأصل إذن نبدأ أولا بتحديد معامل دالة ومنه فإن A معامل دالة حسب الخاصية سيساوي الفرق بين الصورتين جل اثنان والجل واحد أي جل اثنان ناقص جل واحد على الفرق بين العددين اثنان ناقص واحد نعود جل اثنان بقيمتها أي اثنان ناقص صفر واثنان ناقص واحد تعطينا واحد اثنان ناقص صفر تعطينا اثنان على واحد هي اثنان على واحد تعطينا اثنان إذن حددنا معامل دالة التآلف هي الجي والذي هو اثنان يعني أن جل اكس تكسب على شكل اثنان اكس زائد بي إذن بقي لنا الآن تحديد الأرتوب عند الأصل بي إذن نحتاج إلى عدد وصورته إذن جل واحد صورته هي سفر لأنه سيسهل عن الحساب ولكن نفس سنحصل على نفس الشيء إذا خدنا جل اثنان تساوي اثنان وبما أن جل واحد تساوي سفر فإن جل واحد ستساوي اثنان معامل دالة وعوضة اكس نكتب واحد زائد بي إذا لتحديد الأرتوب عند الأصل يكفي حل المعادلة من الدرجة الأولى المجهول واحد بي ومنه بي سيساوي جل واحد ناقص اثنان في واحد يعني ناقص اثنان نعود جل واحد بقيمتها التي هي سفر يعني أن بي سيساوي سفر ناقص اثنان سفر ناقص اثنان هي ناقص اثنان إذا تمكننا أيضا من تحديد قيمة الأرتوب عند الأصل التي هي ناقص اثنان وبالتالي سيغدد لجل اكس هي جل اكس ساوي اثنان اكس ناقص اثنان ننتقل الآن للسؤال الموالي نبيل أن النقطة F ذات الإحداثية ناقص واحد ناقص اربعة تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة الجي إذن إذا كانت النقطة F ذات الإحداثية ناقص واحد ناقص اربعة تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة الجي فإن صورة العدد ناقص واحد يجب أن تكون هي ناقص اربعة لأن الاف تنتمي للتمثيل المبياني للدالة الجي إذن نحسب لنحسب جل ناقص واحد نعلم أن جل اكس ساوي اثنان اكس ناقص اثنان إذن نعوذ اكس بناقص واحد على الشكل التالي جل ناقص واحد تساوي اثنان عوضة اكس نكتب ناقص واحد ناقص اثنان يعني أن جل ناقص واحد اثنان في ناقص واحد هي ناقص اثنان ناقص اثنان ناقص اثنان ناقص اثنان ومنه فإن G لناقص 1 تساوي ناقص 4 وبالتالي النقطة F ذات الإحداثيات ناقص 1 ناقص 4 تنتمي إلى التمثيل المبياني للدلة G لأن صورة العدد ناقص 1 بالدلة G هي ناقص 4 إذن ننتقل الآن للسؤال الأخير السؤال G أنشئ التمثيلين المبيانيين للدلتين F و G في المعلم OEG وعليه النقطة واحدة لدينا F ذالة خطية تمثيلها المبيانية مر من النقطة O ذات الإحداثيات 1 أربعة إذن التمثيل المبياني للدلت F هو المستقيم المار من أصل المعلم أصل المعلم هو O ومن النقطة O ذات الإحداثيات 1 أربعة لأن لرسم مستقيم نحتاج إلى نقطتين نعلم أن الدل الخطي يتمر من أصل المعلم إذن والنقطة الثانية هي النقطة O إذن يكفي الآن إنشاء معلم OEG متعامض ممنظم على الشكل التالي OEG معلم متعامض ممنظم إذن لدينا النقطة O هي أصل المعلم نحتاج لإنشاء النقطة O ذات الإحداثيات 1 أربعة ذات الإحداثيات 1 أربعة على الشكل التالي إذن النقطة باللو البورتقالي هي النقطة أ ذات الإحداثية 1-4 إذن التمثيل المبياني للدالة الخطية هو المستقيم المعار من النقطتين أ و أو أي التمثيل المبياني للدالة F لإكس تساوي أربعة إكس ننتقل الآن لإنشاء التمثيل المبياني للدالة G في نفس المعلم OJ لدينا G دالة تألفية حيث الجيل 1 تساوي 0 والجيل 2 تساوي 2 إذن التمثيل المبياني للدالة G أي التألفية هو المستقيم المعار من النقطتين ذات الإحداثيات 1-0 لأن صورة 1 هي 0 و 2-2 يعني صورة 2 هي 2 بالدالة G إذن يكفي إنشاء النقطتين نعلم أن النقطة 1-0 هي النقطة E إذن ننشئ النقطة 2-2 على الشكل التالي 2-2 إذن النقطة باللول الأزرق هي النقطة 2-2 و E هي ذات الإحداثيات 1-0 إذن التمثيل المبياني للدالة G هو المستقيم المعار من النقطتين ذات الإحداثيات 2-2 و 1-0 أي التمثيل المبياني للدالة G لـ X تساوي 2X-2 إذن وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أعطيكم موعد إلى لقاء ثاني سنكمل فيه تصحيح تماريلاً لامتحال جيهوي لجهة طانجة طوال الحسينة دورة يونيو 2017 السلام عليكم